اهلا وسهلا سجل الذهب اعلى مستوياته منذ مارتش 2022 عند السعر 2033 دولار للانصة بينما تراوحت تداولات الدولار انديكس حول مستويات 101 كان النفط قد افتتح وجلسة الاسبوع على فجوة سعرية صاعد بما يقارب 5 دولار على اثر قرار اوبيك بلس لتخفيض الانتاج بشكل طوعي اكتر من مليون برميل يوميا بينما مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في امريكا انكمش للمرة الخامسة على التوالي تعطى طبعا بعض المخاوف للركود في الاقتصاد وانخفضت فرص العمل دون 10 مليون لأول مرة منذ ماي 2021 كان بنك استراليا قرر تثبيت الفائد عن مستويات 3.6% متابعة الارقام الاقتصادية القادمة بينما بنك نيوزرندة اتجه لرفع الفائد بمقدار 50 نقطة اساس بشكل اكبر مما توقعته الاسواق بينما تتابع الاسواق في جلسة الاسبوع القادم عدد من البيانات الاقتصادية المهمة من امريكا ستتابع الاسواق قراءة التضخم حيث قد تتباطأ قراءة التضخم الرئيسي على اساس سنوي لمستويات 5.2% من 6% بينما التضخم الاساسي قد يسجل ارتفاع الى مستويات 5.6% من 5.5% ومحضر الفدرالي الامريكي لمحاولة الاطلاع على اي تلميحات حول نهاية دور التجديد السياسة النقدية كما ستصدر قراءة مؤشر اسعار المنتجين واللي قد تسجل تباطؤ على اساس سنوي واللي ممكن تعطي اشارة الى انخفاض في اسعار السلع بالتالي تخفيف الضغوط التضخمية كما قد تسجل مبيعات التجزئة تراجع على اساس سنوي من 5.4% ل 3.2% بينما من كندا قد يتجه بنك كندا لتثبيت الفائد للاجتماع الثاني على التوالي عند مستويات 4.5% من المهم جدا متابعة بيان البنك حول التوجيهات المستقبلية ننتقل لتحليل الفني لجلسة الاسبوع القادم بداية مع الذهب الذهب كان قد سجل ارتفاعات الى مستويات المقاومة السعرية واختبارها عند مستويات الـ 2033 في جلسة الاسبوع الماضي تشكيل نموذج المساء أو الـ Evening Star أو أدنى مستويات المقاومة السعرية التفضيل لتشكيل الميل الهبوطي بعد كسر المنطقة السعرية 1998 و 1989 بعد كسر هذه المنطقة إمكانية تشكيل الميل الهبوطي نحو مستويات 1976 ثم مستويات 1959 طبعا بالنقيد على هذا الكلام الثبات التداولات السعرية أعلى مستويات النفسية 2000 إلى 1989 قد يدفع الذهب لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 2036 ثم مستويات 2055 طبعا المنطقة السعرية هي المفصلية في تداولات الأسبوع القادم ننتقل لتحليل اليورو اليورو عند مستويات دعم سعري جيد دعم سعري جيد وخط اتجاه صاعد جيد أيضا الميل الهبوطي بعد كسر مستويات 1870 1860 بشمعة 4 ساعات لتشكيل ميل الهبوطي نحو مستويات 1800 ثم 1770 ننتقل لتحليل الباوند الكابل أدنى مستويات أو المنطقة السعرية المقاومة 2510 و2440 تشكيل الميل الهبوطي مع ثبات التداولات السعرية أدناها نحو مستويات 21240 ثم 21130 ننتقل لتحليل اليورو 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 يتداول أعلى مستويات خط الاتجاه الصاعد اليومي زي ما ملاحظين مستويات الدعم جيدة لحتى الآن ثبات التداولات السعرية أعلىها عند مستويات 13140 قد يتفعليا لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 13340 ثم 13425 ننتقل لتحليل الأسترالي الأسترالي تقريبا زي اليورو تفضيل الميل الهبوطي بعد كسر خط الاتجاه الصاعد عند مستويات 6640 ممكن يفتح المجالات أو الميل الهبوطي نحو مستويات 6550 طبعا ثبات التداولات السعرية أعلى خط الاتجاه عدم كسرها بجلسة يوم قد يدفع اليورو والأسترالي لتشكيل ارتفاعات فلذلك الميل الهبوطي حصرا سفيكون بعد كسر مستويات خط الاتجاه النفط النفط كان قد افتتح لجلسة الأسبوع الماضي مع فجوة سعرية رانا ويقاب رانا ويقاب لحتى الآن ما تم إعادة تغطيتها وهي واحد من شروط الرانا ويقاب أنه ما يتم إعادة تغطيتها ففي ثبات أو استمرارية التداولات السعرية أعلى خط الاتجاه عن مستويات 77 دولار تقريبا قد يدفع الخام غرب تيكساس لوصوله إلى مستويات 83-50 ثم 85-25 نختتم مع تداولات الداو جونز الداو جونز كذلك يتداول أدنى مستويات الخط الاتجاه الهابط يعتبر مستويات القوية جدا لتداولات الداو جونز عند 33 800 ثبات التداولات أدنى قد يعيد الداو جونز لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 33-100 ثم 32-640 طبعا تداولات الداو جونز بالفترة الماضية وتداولات زي ما ملاحظين يعني تقريبا side away بالنسبة للداو جونز مع بداية طبعا العام الحالي اختراق الخط الاتجاه الهابط ممكن يفتح المجالات نحو مستويات 34 300 ثم 34 590 اتمنى لكم تداولات موفقة تداولات موفقة planeta تداولات موفقة تداولات موفرة الوحث تداولات تأذيو م تداولات موفقة تحدث